سباح الخير اليوم راح أساوي بي قيمة عراقية و راح أبدأ أحط الدهن أحط البصل مالتي و راح أقليها شوية البصل قادة حسنا راح أحط اللحم و البهرات مال لحم و راح أقليها شوية بعد آه راح أحط أطباق اللحم خمس دقائق على موت يصور بني هسا راح أحط المعجون طماطع و راح أقليها دقيقين راح أحط اللحم كلش طيبة فهسا راح أحط الحمص و و ميحار و راح أطبخها آه و راح أطبخها آآ ساعتين صار ساعتين اللحمي والحمص جاهز و شلت اللحم من الماء هسا بس لازم أشيل اللحم من العظم هسا بس لذيجن آآ 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 مستوي زينة كلش طيبة هسه رح اشيل الماء منع كلها وراح استعمل المصفي وراح اشيل البهرات الكبيرة اكو بعد هنا اكو عضم اللحم فهسه رح احط الحمص بالجدر رح على الطاولة هسه رح احط اللحم وراح افحصها كلش انا يحب هذي خطوة وايه لا 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 so this is an iraqi dish it's really yummy we make this a lot in iraq and let me make space and it's really yummy i think you should try follow the steps and i'm gonna write the recipe down and let me continue doing this and i'll get back to you رح افحص كل اللحم والحمص وراح ارجع وياكم اذا اللحم اذا اللحم ما يتفحص حطوا شوية من الماء مع اللحم داخل لليصير قيمة فعصة اللحم والحمص هسه رح احط شوية بعد من الماء مع اللحم وراح اطبخ اخبطها شوية انا احب انا احب قيمة كواية اوكي وهسه رح احطها على النار واطبخها اه نصعة شوفوا اه هذي القيمة لشكاد اه طيبة اه واذا اه يريد بعض الماء اه حطوا بعض وراح اخبطها شوية بعض وحسه رح احط ملح اه 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 وراح اخبطها شوية وراح اجربها ملح اه سيكون سادسة تبريد أن تستطيع ايضا ويجب أن تستطيع شراء لنرحل لنرحل المتطرير المتطرير الكبيرة والمزيزة مشتكسك إلى صورة من أصبحت المطاقبير أصبحت جيدة وإنكت أن تحبك الشباب يمكنك أن تحبك الشباب وهذه من رائع الـ 8 إلى 10 مجال فالترب الوضع أميسي أنا سأبقى أعطي لأننا سأناقنا براء نعم واذا تريدون من رائع وإذا سنتعى مطلوبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر